قريتنا معانا فنانة متميزة فنانة في فن الديكوباج وهو من الفنون الرقية اللي بتغير المود وضفتنا النهاردة هيبة فهمي نورتنا يا هيبة في الشاي الأغضر نورنا يا هيبة في الشاي الأغضر في البداية عايزين نعرف ايه هو فن الديكوباج وايه استخداماته اوكي هو فن الديكوباج هو بنستخدم فيه صور مفروض مطبوعة على ممكن مناديل معين او ورق يعني بيبقى خفيف شوية بيتلزي بتراية معينة على الخشب او ممكن على معدن كمان وبنكمل حواليه بالفرشة بتاعتنا او بتكنيكس معينة يعني لها علاقة بالرسم شوية او بالحديثة الفنون يعني هو مش لازق بس هو لازق ورسم لا هو مش لازق بس هو الاتنينة بعد هو ممكن تكون بدايته من زمان كانت ناشئته من الاول خالص كان هو بس عبارة عن استخدام قصائص الورق القديمة علشان يجدوا بيها الاساس مع الوقت بقى طبعا يعني موضوع التطور شوية وبقى فيه حاجات كتير ممكن تتعمل يعني هو لا مش قص هو لازق بس بس هو ممكن يكون الاساس في الديكوباج هو اللازق القص واللازق اللازق او صورة معينة او شكل معين قصائص ورق متلازق لان فعلا يعني قريت ان هو كان في العصر القديم وانتشر في الصين اكتر فان هو بيجيبوا الورق ويلزقوه على الاساس القديم عشان يغيروه ويجددوه بعد كده انتشر بقى في العالم كله بس طريبا كان في مصر من فترة قليلة اه هو ما كانش متصير في مصر من فترة طويلة اه لسه لسه بتده يدخل مصر بس انا اعتقدت انه الفترة الجاية انشو قالوه هينتشر طب ظهر معاك ازاي يا هب ظهر معاك ازاي يعني الفكرة ظهرت معاك من بدايتك ازاي اه هو انا اصلا كنت بصور انا اصلا فوتوغرافر اه فود فوتوغرافر وستايلست اه اه فانا فكرت انه انا كنت عاوزة الذى الصور بتاعتي اللي بصورها اه اه اعمقيني اطبعها على خشب وعمل منها طابلوهات دي كانت الفكرة اللي اصلا جات لي كده اه اه فلما عملت سيرش على ازاي بنتبع الصور على الخشب من دمن الحاجات اللي اكتشافتها الديكوباج انا مكنتش عارفة بصراحة الديكوباج اه اه وانا اصلا كمان من زمان قوي من ونصبغيارة انا بحب جيب دا مكنت بحب ارسم وبحب الالوان عموما انتي خارجت تربية فنية لا لا خالص انا او شوالك بدراستك خالص خالص ما حضي صدف ايه مش ما انا اصلا بطول عملي بحب ارسم يعني انا يعني حتى الناس الحوالي دا من كلهم يقولي انتي فيك يحس فنية نا او ما شاء الله فيك انا مكنت بوش طب مين شجعك على الفكرة دي مين شجعك على الفكرة اه لا بطراحة كل كل اللي حولي طبعا باتا من بابا الله يرحمه طبعا ايه كان دايما بيقى سوفورت يعني من كل حاجة وطبعا ماما وجودي وقاب جنبي جدا بطراحة في الموضوع كله ايه ولادي واخواتي اخواتي من الناس اللي شجعوني جدا ومدات من التصوير من اول مرتين تصور طب هبة معلوش يا امي نطلع على الشاشة هتظهر صور بتاعة هبة اكي اقفين انا ما شايفيهم الصور طبعا ما نشوف الصور اه يعني بتفرق مع الستة اكتر بما انها حابت تدخل مجال العمل العام او تدخل تشتعل هو تشجيعها اقارب حد لها لو وجوزها اكيد لو ما فيش تشجيع دوت ممكن ما تقدرش يتكمل او ما تكملهوش اصلا من البداية ما تبدأش فيه يعني هو داعم اساسي لها هو طبعا داعم اساسي طبعا اكيد طب بس الصور نتفرق واني نشوف اه دي صنية انت رسمها او لا ده لزق اول حاجة صنية دي كانت صنية قزيمة دي صنية ستانلس مش خشب مبدئيا كده الصورة اللي فيها دي الصورة انا مصورها يعني دي صورتي انا اصلا مصورها وطبعها او لزقتي وطبعتها على ورق خفيف او لزقتها وكملت حواليها بقى طبعا بالفرشة وبالتكنيكس معينة يعني دا ارجانيزور اه دي تربيزة قزيمة كنت برضو جددتها دا تي كورنور كده الصنية بدورج المفروض هابا انت كنت سؤالي في الفصل ان انت بتحب تشتغل الحاجات اللي بتستخدم ان احنا بنستخدمها بالضبط او 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 انا انا يعني دايما بحب اعمل حاجة بتشكلها تبقى حاجة يعني تحفة بتضيف لمسة جمالية اي مكان بتحط فيه وفي نفس الوقت تستخدمي تبقى لها استخدام تاني غير كده علشان خاطر دلوقت احنا كل شو يعني تبقى حاجة صغيرة او فتبقى حاجة بتستخدم وفي نفس الوقت تبشكلها بديك لمسة ده زى صناية برضو او صناية بدورج يعني هي من الدورج ممكن تحط فيه معلق معلق وباكس الشاي الشاي او السكر او والحاجات دي كلميني بعض الحاجة اللي معكي طيوب ايه طيب ده ده كده نبقى طقم مع بعضو ده كورستر وقلبة منازيل ده بدي كوفاجي يعني انت اللي راسنا يعني هيفا نحنا الاول نبدأ من القول احنا بدي ببيب البوكس بتاع المناديله بتشتريه عادي ده خشب وأنا متعامل مع ورشة نجورة ورشة نجورة بتعملي اللي حاجات اللي أنا أحترمها بتبداي تاخذ الحاجة وانتي بقى تبداي تعملي الشغل بتاعك ده ما يجيب الخشب يعني ما فيوش اي حاجة خلص ببتدي بقى حط الاول تابع الديزاين بتاعي ديزاين ده ببقى بيبقى في المالي أنا يعني أنا بصمم حسب بقى الحاجة اللي أنا عاوز أعملها حسب الأمي اللي عاوز أعملها حسب الأمي اللي عاوز أعمل عليها وحسب الصورة اللي هاستخدمها في الوقت أنت عملك مكان أو زي ورشة بتعملي فيها؟ أنا حالياً لا لسه في البيت في البيت أه حالياً بديع البيت مناديل ودية اللي بيغطي لا دي كفتر اللي هو ببقى تحت الكبات بتحتي أو بساعة فؤية عشان يحافظ على الحرارة أه أنت قيمة بكل الشغل اللي فيه؟ أه كل الحاجات كل الشغل اللي بتاعي أنا اللي ببقى عاملة كل الحاجة فيه معادة النجارة النجارة أه هره كل يعني كل فنان ببقى ليه طبعاً أنت فنانة أكيد دا كل فنان ببقى ليه ألوان مفضلة لاختياراته في الشغل بتاعه أنا حساكي أنت مختارة ألوانات سيمبل جداً يعني هالكتفة خالص هالكتفة خالص بصتي دي حاجة مش مقصودة أنا بحب كل الألوان يعني بس الفكرة أنا هستخدم اللون إزاي أه وهحطه فين؟ هحطه في مكانه الصح يعني أنت هالكتفة ألوان مفضلة حساكي أن أنت شغلة بس على البينكات يعني هو دا أكتر لون لا، لو تشوفت في الشاشة مثلاً كان فيه حاجات اللي بحاجة لها أصفر كان فيه لا، فيه فيها وكي حاجات عمدتها لونها أسود بس طبعاً مش كل الحاجات طب أكتر الألوان اللي أنت بتميلي لها إيه؟ شخصياً يعني؟ أه لا، في شغلك يعني أنت بتحب بها أن أنت تشتغلي بها في شغلك؟ يعني ممكن أقول مثلاً الألوان اللي هي داستي أنا بحب اللون دا جداً هو داستي روز أه أه بحب الألوان دي الهدية؟ أم لحل العين أكتر؟ ممكن ممكن أنت هادية فأكيد تحب الألوان الهدية أكيد أنا بحب أشتغل كمان حاجة اللي أنا حسيها يعني ما بعرفش أشتغل حاجة مش حسيها مش حسيها طب كل فنان ليه رؤية خاصة بي؟ ليه طموح وأحلام؟ حاجات كده عايزي يوصل لها؟ اه إيه؟ عرفينها؟ إيه؟ أنا عايزة أوصل إيه؟ أنا عايزة أوصل إيه؟ يعني أعمل كل حاجة خاصة بالشغر بتاعي من أول يعني أعمل لي زينات خاصة بي حتى في الصور وحتى في أي حاجة باستخدمها يعني يبقى في عندي مصنع أعمل في كل الحاجات دي وطبعاً تبدأ أنت بقى من بداية الخشب والنجارة والكلام ده كل؟ اه يعني اه مش هتودي ورش بره؟ ليه لأ؟ تقولي عايزة تبدأي كل حاجة لوحدك فمش هتودي ورش بره لأ؟ أكيد يعني اه يعني تبقى ثورش موجود عندي تبقى عشان خاطر كمان أعمل أشكال خشب برضو مختلفة شوية أنا بحب أتميزي بس حاسة أن مش هيبقى صعبة عليك إن انت تستخدمي الخشب يعني تبدأي تصمعي الخشب لا مش أنا مش أنا كشخص بأنا بتكلم إنو إن شاء الله يبقى عندي مصنع يعني أو مكان أو مكان بقى يبقى تبقى تصمع فيه بحاجات بفكرك انت بستايلاتك انت وتبدأ انت تغذيها بقى تشتغلي عليها شغلة داك بالضبط آآ يعني نفسي أقابل المشروع يعني نفسي المشروع دلوقتي طبا لسنب لسنب يعني بازي فيه ما بقليش فترة طويلة بس طبعا أكيد نفسي إن هو الموضوع يكبره وإن أنا كمان أصدر برا مصر وكده إن شاء الله إن شاء الله إيه هي الأدوات اللي تستخدميها؟ طبعا الصور فيه مناديل مناديل بتبقى مطبوع عليها رسومات طبعا للأسف دي مش بتتصنع في مصر دي حاجة أنا نفسي إنها ضمن حاجات العزة تصنعي نفسي جدا أنا أنا ممكن أستخدم الصور اللي بصورها أو دي زينات أنا بعملها وأطبعها على مناديل وأشتغل بيها وليك براند خاص بك؟ بالضبط بكل حاجة يعني وبستخدم جلو يعني عشي خاطر ألزة طبعا وألوان بقى ألوان هي الألوان بتلك الخشب الأكراليك وطبعا الفانش في الآخر بقى في كذا حاجة يعني انت دي كوباج بيستخدم بس بيستخدمي على الخشب بس ولا ممكن نستخدمه على على معدن ممكن وعلى إزاز بس أنا بشتغل في الخشب وفي المعدن زي الثوني يعني ينفع يستخدم في الخشب والمعدن والإزاز آه أنا أريد يعملت الحاجاتي آه عايزة أسألك سؤال تاني مهم جدا آه في حاجة وجهتك في بداية شغلك؟ صعوبات مرتي بيها؟ ولا حاست ان الدنيا مش يحلو؟ أو في وقت حاست ان انت عايزة توقفي ما تكمليش؟ آه لا صراحة لا الحد دلوقتي لا ما فيش حاجة وجهتني خالص يعني بالعكس كما أنا كمان شايفة ودلوقتي الاتجاه في مصر يعني ان فيه اهتمام من الدولة بالمشاريع الصغيرة مشاريع الصغيرة أو تنميتها فطبعا دي حاجة بالعكس بتشجعني أكثر ان أنا لأ يعني شاركتي في معارض قبل كده؟ أنا عرفت ان انت نزلت أوبن داي أوبن داي وإحباس اللي نزلته في اسماعليا مش هنا لكن ما شاركتش في معارض كانت فيه معارض زي معارضت راسنا أو دا كان هايل جدا بس بصراحة أنا عرفته متأخر ما كنتش عارف عنه حاجة لكن بعد كده تقدري ان انت آه أتابع بس قبلها عشان برضو الشغل بياخده أتعلمه بيخلاص فمحتاج ان أنا أبقى متابعة لشان أقدر بتسوأل شغلك ازاي؟ بس اقول له ازاي يعني طريق الفيسبوك عندي فيج على الفيسبوك شغلي كله أونلاين شغلي كله أونلاين أو ويعني دلوقتي برضو في أماكن ممكن أعرض فيها باتفق معاهم لسه بس لسه موصلتش يعني الاتفاق فعلي يعني عشان قدر أقول لنا بارد الحاجات بتعتي فينا اللي انت تتمنيه بقى اللي انت تتمنيه وتقولي أدفايز كده نصيحة لكل ست أو كل بنت عندها هواية وعايزة تنميها أو ما تركنهاش يعني طبعا أي حد أي واحدة فعلا عندها هواية لازم تشتغل على نفسها ولازم تطور بنفسها ولازم تستغل لها يعني أنا بطلعت متأخر يعني أنا شايفة أنا كان في عندي مواهب من زمان لو كنت استغلتها من زمان أو حاولت أن أطورها من زمان أكيد دلوقتي كنت هاوصل لحاجات تانية أخر للثانية كنت أبقى في حاجات تانية أصلا خالد دلوقتي فلا أي حتى أم عندها أولاد وهي شايفة فيهم مواهب تبتدي تحاول نهاية تنمي لهم مواهب لشان يعني أحسن حاجة في الدنيا بطراحة أن الواحد يشتغل في الحاجة اللي هو بيحبها هو جميل طبعا أن شغل جميل زي دوت يطلع من ست يعني بطلع ومحتاج كل السيدات محتاج كل السيدات ومحتاج وقت محتاج وقت محتاج وقت أن تتطلع تحفة زي دية تعرضيها فدا كله أكيد بياخد من وقتك في حياتك طبعا وقته منجود يعني نصيحة برضه لأي ست بتتفرج علينا يعني أزاي بتنظمي ما بين هويتك أو مهنتك وما بين وقت بيتك ودا طبعا كل السيدات حابة تعرفها أو حابة تتعلمه يعني يعني بقى في مشاكل حالية الفترة دي يعني للسيدات إن هي مش قادرة تنظم ما بين بيتها ما بين شغلها وما بين الهواية فبتضطر إن هي تركن شغلها وهوايتها وأحلامها على جنب عشان تعف تفضل بيتها لا بصي هو ما فيش ما ينفعش إن الواحد تبقى طولي اليوم مشغولة في البيت أكيد بتاخد وقت مثلا يعني بيتخصصي مثلا وقت ليكي الشغل بتاعك هو عمان الموضوع الأول محتاج طبعا إرادة دي عام حاجة إني أي حد أي واحدة في الدنيا عندها إرادة إن هي توصل وتنجح أكيد هتلاقي وقت وهتعرف تعظم وقتها بين البيت هيبة إحنا بنشكرك جدا فقرتنا خلصت بس إحنا بنوعيدكم هيبة هتكون معينا في حلقة تانية لإنها فوت ستايلست وفوتوغرافر إن شاء الله إن شاء الله وفي آخر حلقتنا بتمنى إن هي تكون نالت إعجابكم وعايز أشكر بس توتا الجندي عن ميكا بالطحفة الشيك اللي هي عمنا هولنا مرسي جدا يا توتا تعبناكي وإن أنت تجتي معينا استنونا في أربع جديد والشياء الأخدر إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة